يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تليفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضايا المصرية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك ياه صباح الخير عليك يا جمالة وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر حلقة 10 إبريل الموافق 19 رمضان وإحنا بنتكلم على أيام رمضان اللي بتجري بسرعة ويمكن الكل بيركز فيها على العبادة وفكرة كمان الدراما الرمضانية لازم ما ننساش المذاكرة والامتحانات لأنها خلاص على الأبواب بنتكلم تقريبا على 15 أو 20 يوم من ما بعد العيد طيب سؤالنا النهاردة بيقول إزاي تأهل ابنك للمذاكرة والاستعداد للمتحانات في شهر رمضان وأبتدي أسأل جمانة ونعرف إجابتها بقى والتربية الحديثة بقى أعرفها طهد سوقي في الصفارة تربية الحديثة ونعكسها على الأطفال والمراهقين ولأنها وسألت تربية الحديثة بس والسؤال ده بالنسبان ليه كذا شق أولا أنا كنفسي ساعدك بس أنا ما عنديش حد أهل والصراحة المذاكرة والاستعداد للمتحانات يعني باعتبار ما سيكون جمانة ولكن باعتبار ما سيكون برضو في شقين ستلم وده في شقين ليه بقى أنا مش قادرة أتخيل طبعا كل التحية لأمهات والأباء الحقيقة يعني بيبقوا قادرين هما يصمدوا كمان خلال الشهر الفضيل هما يركزوا مع أولادهم ويركزوا مع مذاكرتهم لأنه أنا بالنسبان لي مجرد التفكير دلوقتي إن أنا أقاهل حد للمذاكرة يعني أنا أنا أكون مؤهلة إن أنا أقاهل حد للمذاكرة وده من نسباني كبير يعني أنا في رمضان تحديدا قبل الفطار بيبقى شخص مؤهل للعمل في سبع الخير يا واصر بالعافية لا بلا بحب بالحب صحيح مش غلا بالحب وأيضا لأ يعني تقديت الفريدة فريدة الصيام وتقديت الصلاة الحمد لله ويعني إيه وضبط النفس والتعامل مع الموقف لأننا السوائل والقهوة بتفرق معي بشكل كبير جدا صحيح فإن أنا أكون كبير مؤهلة إن أنا أهل شخص يعني دي بتهيالي مش قادرة مش قادرة لأ مش قادرة تخيلها مش قادرة تخيلها فعلا الله أعلم لما تحط في الموقف هعمل إيه لكن لو هرجع لورا وماما كان بتامن معي إيه فأعتقد إن ماما برضو كانت نفس شخصيتي شوية يعني أنا مش فاكرة أي حاجة قبل الفطار بجد أنا مش فاكرة أي موقف قبل الفطار صحيح مع ماما أقول كله بعد الفطار بعد الفطار كلها كان بعد الفطار كنتش في خدقات والله لأ كنت بنكونوا منفطر نتفرق على شوية مسلسلات وبعدين بقى بس مش كتير يعني مسلسل شوية مسلسل لا يعني واحد أو اثنين أه وبعد كده تدي المذاكرة بتاعتي بعد كده كنا بنتصحر مثلا على الساعة 12 وأنام وخلاص واسح الصبح روح المدرسة وهكذا ويوم بعيد نفسه لكن أنا أعد جيل قبل الفطار صعب ممكن أعد الفطار لماذا هو مسؤولي الموضوع مسؤولي لا جدا 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 كده بدأت كريمي بإيه؟ بتحية للأباء وللأمهات ونحط 3-4 خطوط تحت الأمهات تأكيد لكن برضو خبارك أنا بتكلم من مكان بعيد يعني أنا أكيد لو في الموقف أكيد هتعامل زي ما كل الأسر بتتعامل يعني أنت بقى هتأهير زي لا تعليل يا ما أنت جيت لي في ملعبي أنت تفهم الموضوع بالنسبة مربي لا مش مربي أنا أنا لسا يعني باعتبار ما سيكون في التعديد اللي أنا بقي زي ما بقول الكتب التربية الحديثة وأشوف بقى إيه اللي بيحصل وكلامنا كله ورق وقلم بقى وكتبي وراي بص عملت لك نوتس كده ملخص كده يعني وانت تقولي لي صح ولا غلط يعني بص أنا أول حاجة قلت لو أنا بتعامل مع طفل الكلام عميق شوي صد لو أنا بتعامل مع طفل في رمضان أول حاجة هحط تحتها عشر خطوط فكرة النوم لازم يكون في معات سابق للنوم لأن يمكن مشكلتنا الكبيرة وأنا جاي لك وأنا مطبق ومش نايم تقريبا يعني من مبارح وهي مشكلتنا الكبيرة في رمضان فكرة قلبة اليوم فبتخلي التحصيل يبقى أقل بكتير جدا فأول حاجة لازم كل بيت وكل أسرة يعني تعمل عليها أو تبتدي تشتغل عليها فعلا في الوقت ده هي فكرة النوم ويبقى فيه معات سابق للنوم هتقولي لي بقى مسلسلات أو هو متابع مسلسل دلوقتي الأبليكيشن ما خليتش يعني عندنا بص الشركة المتحدة عاملة واتشدن يعني الحمد لله ما حدش في نفسه في أي حاجة ومسلسل هتلاقيه من غير إعلانات كمان فدي أول حاجة طيب بما أننا اتكلمنا على النوم يبقى لازم نتكلم على الصحور يعني هو مش علشان خاطر أزبط مواعيد يعني الدراسة وزبط التأهيل وليه الامتحنات يبقى فيه صحور يبقى فيها وجبة صحية وبما أننا اتكلمت على الصحور هتكلم برضو على الفطار موضوع كبير أرمايك لا أرمايك أرمايك لا أرمايك طيب ولازم الأكل اللي هو يأكله يكون أكل صحي إيه علاقة الأكل بالدراسة؟ لا أهوه والله ليه علاقة فعلاً إنتي لو كلتي أكل النهاردة تقيل شوية إيه اللي بيحصل لك؟ بنام بس فدي أول حاجة لازم أخليه يأكل أكل صحي طيب فكري بقى أن فيه رمضان يعني فيه عبادة وفيه دين وفيه يعني عارف الكل بيروح للفريضة الدينية ويغفل أي حاجة أصل العمل عبادة أصل ليش لا ما فيهش حاجة يسمعها كده هو فيه لنا طالما عندي التزامات وعندي النهاردة إحنا عندنا شغلة فإحنا بنينزل نروح شغلة طبعاً فيه مدرسة يبقى لازم يروح المدرسة لأنه لو ما راحش المدرسة هيتراكم عليه دروس كتيرة فبالتالي مش هيحصل نسبة كبيرة من المواد أو من المقرر اللي موجود عليه أنا شاف دي يعني أبسط حاجة ومش عاوزين نفتي أكتر من كده يعني يا أحمد إلي ماما ومامتكرة بيعملوه قبل كده عادي بيسيبونا قبل الفطار ننام ونرجع من مدرسة بعد كده نصحى نفتر ونعمل واجباتنا ونذكر شوية الفرق عمسل بس خلاص طلبية حديثة وكبرنا الموضوع يعني على أي حال قلولنا كده إنتوا إزاي بتأهلوا أبناءكو للمذاكرة والاستعداد للامتحانات في رمضان لسؤالنا الموجودة على صفحتنا على فيسبوك وأكيد نستنين إجابات حضراتكم اللي نستردها مع بعض في حلقة النهاردة صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا صباح الخير يا مصر